ورد الفيديو الليلة ورد خينا معك أصابت الأفكار وحامد أعشير يا حامد صير شوف لك شئ حرفة أخرى السلام عليكم كلكم كان عرفون الفوكهاء ولا شيء ضروري في حياتنا اليومية ولكن مع ظهور الويب ووسائل التصالحديثة الكوميديا وفوكها لم تكن مقتصرة فقط على السينما والتلفزيون بل وضعت حضرة أيضا حتى على شبكات الانترنت وكذا قلنا نسمع مصطرحة جداد بحل ليموغ واب وليموغ دو بوان زيو موهي مانا كنت فارج غير بالسي اين اين بل الانترنت غيرت حتى طريقة الضحك دينا اللي حتى يولت نوميريك لول ام دي ايه تجاوبني فم وكتك تشاطي معي في البداية وفوكها كان مقتصرة فقط على مجموعة المواقع المواقع اللي كانت تشاهدين مجموعة النوكات ومقاطع الفيديو وصورة انسوليت وبين هذه المواقع الأوائل كانت موقع السويقة.com والموقع النوكتة بوايما ولكن مع الظهور اليوتيوب في سنة 2006 المغربة كلهم بدأوا يفجروا ذلك الطاقات الإبداعية في الفقاعة وكانت البداية كما تعطيه مع ذلك الفيديوهات اللي نسميها فيديوهات داريجة الفيديوهات اللي اغزات المغرب كله بل خرجات حتى الاسواق والتي تكتبع في الفيديوهات ماذا دبع؟ قل بتيني قل لك المتال فيت في فيت 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 صورت الفلوه وفربيت الفيديوهات اللي لا تسكوا اشتادي الفيديوهات اللي بقى في ذلك الفترة بصراحة هو شريك مسكين شريك دار العالم كله اسمية ولم تبدلاش بقى تهينيث وثلت بيليه مسكين وجاء المغرب اسموها الميلودي وحيدا الميلودي وحيدا وحيدا الميلودي وحيدا وكل فوكا ما اقتصر فقط على الفيديوهات المترجمة مع التشار دي الكاميرات ولو الناس يضعون فيديوهات شخصية ديالهم وفجأة بقى قدرة قادر ومغرب كله مولو كوميديين لماذا زهمه؟ حلق كريسيانو كنيت شرور عندك وطورت الأمور وبدناك نشوفه براميج سكيت شات وحتى سيسلات فوكا هي مديرها خصيصة للانترنت ومنسوش طبيعية الحل حتى اللي بودكاست ماذا كنا كنا عايشين؟ وده بولينا مقوناكتين ومنسوش أننا سأذهب إلى الفيديوهات بوز والفيديوهات بود بوز والأصحاب لها مشهير فرمشة عين لماذا؟ لأن الأصحاب لها دروع عن قصد ولا عن غير قصد وتثبت في السخرية جميع المستعملين الانترنت وكيف أرجع الفيسبوك؟ درجك الجديد على التانية ديالفوكا فأول ظاهرة كانت هي الظاهرة لصفحات فوكا هي بحلها صفحة الماركو أنسوليت اللي كلكم تعرفوها هذه الصفحات يعطي واحدة نكهة جديدة اللي فوكاها في الانترنت إما بلستاتيو اللي كانوا يضعه أو بتصور الطريف اللي كانوا يبوزتو إذا أعجبتك هذه الصورة فاشجر لايك انشورها وإن لم تنشورها فاعلم أن الشيطان قد منعك دراري وعفتو على جيم للأسف صورة ميسي لم تعجب أحدا لاحقا مغاربة شعب النقطة ولكنك تضغط لي كومنتر كذلك حكوا أكثر من له بوست اللي كانت في الصفحة لاحظت عليك لاحظت عليك ثم جاءت من بعض الظاهرة الطرول اللي كانوا المغربة كيف تفرغوا فيها جميع ذلك الهموم والمشاكيل المواطن المغريبي بل وليتي لا ينقش دخل فيسبوك بلما تنشي تضغط ليلة في صفحة الفوكا هي وتشوف كم الجديد اللي ترول فيهم ولكنك تجدهم مناسبة لكي نقشبوا وعلى نفسنا وعلى مجتمع دينا بدون أي حرج والظاهرة الطرول ادت الضرق إلى مصطلح جديد وهو المصطلح ليمو كومينوتي يعني أي حاجة القتاء تضحك في فيسبوك ضروري أنك تبرتجها لكي توريها لصحابك ومنساش أيضا أدرع إلى واحد من نوع جديد الفوكاة اللي ظهر عندنا في الانترنت وهو الفوكاة السياسية فالانترنت والفيسبوك بصفة خاصة تحل المغاربة واحد من نفيدة جديدة للسخرية السياسية فقد دخل الفيسبوك تبارك الله كتلقى المغاربة كل ملو محللين سياسيين إلى درجة أنه حولنا مجموعة الشخصيات السياسية والذي ترولو ديميم والذي ندولو مع شبكة الانترنت كلها ولا هضرنا على الفيسبوك ولا ننسوش أننا نضروه إلى تويتر فبزاف دي المغاربة نشتر حاليا على هذا الموقع عندهم مجموعة كبيرة دي الفولوورز النشاط اللي كيكونوا عشكل تغريدات لكلها سخرية وتقشاب على الواقع دينا ولا نننسوش! أننا ننفروه أيضا على طاهرة. لا دائما على الفيديوانات الكيك ولكن كتتبق الفيديوات المبات الأكثر الشهرية في الفين الفيديوات ليargent عامة تخوض الت這個是 tratاني وصلنا على جموعة مواقف تطريفون مدحكة لمرك يا صاحبي ما؟ لا ما لذا كان أصوار واحد الفين لا بدخل drawn ايAAAAVA USA ماذا نقول لكم؟ لا أقلوا بصوصافي لا تتوقعوا في الحلقة الجيدة